لما يبقى عندي كل هذه العوامل لازم احسن دائما استخدامها وربنا سبحانه وتعالى شاء ان احنا عندنا قيادة تحسن استخدامها وبالتالي هتلاقي ان رؤية الخارج لك وده اللي هتلاحظه في استقبال الرئيس النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة لما جي استقمل السيد جوسابي بوريل الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسية والامنية للتحاد الاوروبي ونائب رئيس المفاوضة الاوروبية بطبيعة الحال شوف تصريحات هذا الرجل رفيع المستوى فيما يتعلق بمصر ودورها المحوري في امن واستقرار المنطقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد اهمية الاتحاد الاوروبي في اطار السياسة الخارجية لمصر واحنا كلنا عارفين ان احنا في عندنا شراكات واسعة ما بيننا ومن الاتحاد الاوروبي عندنا علاقات اكتر من 200 سنة عندي شراكات اقتصادية بدأت تقريبا من سنة 2001 اللي هي تفقية الشراكة المصرية الاوروبية على سبيل المثال عندي شراكات كتير من الاتحاد الاوروبي الاتحاد نفسه هو الشريك التجاري الاول لمصر رايح جاي بصدر له وبيصدر لي عندنا علاقات كتير شركات موجودة هناك من عندنا شركات من عندهم موجودة عندنا تصنيع مشترك في اكتر من منحة وهكذا طيب الى جانب انه هناك مجموعة من الروابط متشابكة ومتشعبة وممتدة بتجمع الجانبين مصر واوروبا جزء بالمناسبة من ثقافتك وده يمكن المح اليه بل اشار اليه الرئيس صراحة انت انت جزء من ثقافتك ثقافة البحر المتوسط انت ثقافة متوسطية وافريقية وعندك طبعا ثقافتك العربية وده جزء من الحاجات اللي ادتلك قوة وقدرة ومرونة وفعالية فانت كمان انت شريك لاوروبا تاريخيا بان الجزء من حوض هذا البحر المتوسط صانع الحضارات البشرية طيب تعالى بقى ناخد بورال من جانبه الرجل اشادك جدا بالعلاقات المتميزة اللي بتجمع ما بين مصر والاتحاد الاوروبي ونوه بوضوح منطوق ملفوض الى السقل السياسي اللي بتتمتع بي مصر اقليميا ودوليا ودورها كمحور للامن والاستقرار في المنطقة كلها خصوصا ان المنطقة بتمر بمرحلة من الاضطراب يعني احنا لسا كنا نتكلم على معالي الوزير سامح شكري وحديثه حول مثلا السودان احنا بنتكلم على لسا حالا رئيس مجلس النواب المصري وهو في ليبيا يتحدث على ان احنا لازم نمشي في استحقاقاتنا تبقى الاتفاق السخيرات علشان نقدر نعمل حياة سياسية سليمة ويبقى فيها عندي انتخابات تتعمل في موعدة المنطقة مضطربة المنطقة ما هياش عادية ده اللي بيخلي الاتحاد الاوروبي شايف مصر انها شريكه الاستراتيجي الهام بل انه الدور المصري مقدر دائما لانتحاد عند الاتحاد الاوروبي وكافة دوله الاعضاء